أكد المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات بأسيوت أسامة فاروق أن مستشفى إصابات أسيوت تم إنشاؤه حديثاً وألحق به أول مركز طبي على مستوى الجماعات المصرية والأفريقية لجراحات اليد وإعادة الأطراف المبتورة وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات الإصابات بأسيوت أن مركز جراحة اليد والجراحات المايكروسكوبية هو أحد مكونات مستشفى الإصابات والطوارئ الأكبر من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط تقدم وتطور كبير يشهده القطاع الصحي في مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين وبناء الإنسان هنا في جامعة أسوط ذلك الصرح العلمي الكبير تم افتتاح أول مركز طبي على مستوى الجامعات المصرية والإفريقية لجراحات اليد وإعادة الأطراف المبتورة المركز بساعة حوالي 120 سرير به 8 غرف عمليات به 20 سرير عنها مركزة به 12 غرفة إفاقة والمركز تم افتتاح مستشفى الصوات والله الحمد والمبنى الرئيسي وبصدد افتتاح المركز في خلال الأسابيع القليلة القادمة ويعد مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية أحد مكونات مستشفى الإصابات والطوارئ الأكبر من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط بتكلفة مليار جنيه مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وهو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية وهو تعمل بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه ويحتوي على أحدث التجهيزات بالنسبة لجراحات ميكروسكوبية من ميكروسكوبات جراحية بالإضافة لغرفة نامر مركزة مجهزة بأحدث التجهيزات بالإضافة لأجهزة التخدير الحديثة والأجهزة المساعدة التشخصية المركز يهدف كذلك إلى تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات حيث يجتمل على معمل مهارات جراحية يتسع لعشرين ميكروسكوبا تجريبيا نحن عندنا واحدة جراحات ميكروسكوبية من المراكز المتخصصة في علاج إصابات اليد وإصابات الأعصاب والأوعية الدموية ونقل الأوطار وإعادة توصيل الأطراف المبتورة وهي من الوحدات المتميزة ليس فقط في صعيد مصر لكن على مستوى جمهورية مصر العربية وافد إليها المتدربون من كافة أنحاء مصر والدول العربية المجاورة حاضر هنا عندنا التمريد نحن جمنا بتدريبه على نظام الكفسولة هنا نظام الكفسولة ده نظام حديث على مستوى مستشفيات جامعة أسيو فيه دربناهم على نظام الكفسولة واتبعوا نظام التدريب وفيه عندنا برضو العناية هنا برضو دربناهم على العناية وفيها نظام حديث والماشين وكل حاجة حديثة فيها دربناهم عليها ويقام مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية على مساحة 1600 متر مربع حيث تم تصميمه وفق الأكواد العالمية والمصرية المتخصصة في تصميم المباني العلاجية